طيب زي ما الإخوة الأشقاء من السودان مرحب بيهم كل وقت في النادي الآلي كل الإخوة العرب بالمناسبة النادي الآلي بيبقى حريص جدا ويمكن من الحاجات اللي الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة كله بيبقى حريص عليها إنه لما حد من الأشقاء يزور النادي الآلي ويبقى فيه ترتيب أو تنسيق لازما بتلاقي فيه استقبال يليخ بتضيف ويليخ بالاستقبال الأشقاء وحفاوة النادي الآلي وترحيبه بيهم هذا الأسبوع يمكن كان وفد من أكاديمية الشامبيونز الفلسطينية لتينس الطولة كان في ضيافة النادي الآلي حرص الوفد كله برئاسة الأستاذ محمود شرف رئيس النادي على زيارة النادي الآلي قضوا يوم كامل في النادي الآلي كابتن محمود الخطيب رحب بيهم واستقبلهم وتبادلوا دروع التكريم والتقدير الوفد الفلسطيني يمكن عمل جولة في فروع النادي وقضى وقت في النادي الآلي ده في الشيخ في مدينة ناصر آه بالذات لأنه هم كمان لأكاديمية تينس الطولة فقضوا يوم في تينس الطولة شايفين بكل لعبتهم كانوا سعداء جدا أنهم يتواجدوا في النادي الآلي ويلعبوا في النادي الآلي ويشوفوا أجواله أنه مصنع البطولات ومصنع الأبطال المصنفين عالمياً دلوقتي هي صالة تينس الطولة في النادي الآلي كمان حرصوا على أنهم يزوروا البطلة الواعدة المدهشة هانا جودة زاروها في بيتها أيضا للتعرف على تجربتها لأنه قد إيه بقت هي تجربة ملهمة جدا لطفل العالمية توصل لهذا التصنيف العالمي وتكسب بطولات أكبر من سنها بكتير كانت هانا جودة كمان سعيدة أن هذا الوفد الفلسطيني الشقيق يهتم بيها ويهتم بزيارتها ويهتم بالتعرف على تجربتها وعلى حكايتها أنا أعتقد هي دي العلاقات الطيبة وهي دي أواصر الأخوة اللي بين الأهل وبين كل الأشقاء زي ما قلت لكم يستوي في ذلك كل أبناء الوطن العربي عمتها يعني طبعا أهلا بيهم وتجربة أشوف الفريق بالكامل بإقدارته حارسين يروحوا يعني تجربة معيشة كاملة حتى توصل للبيوت شوفوا معيشة بطلة زيدي عاملة زي بأسرتها ورعيتها لأسرتها النادي الأهلي الله يعمر بيته النادي الأهلي الله يعمر بيته بس أوعدك طعم عليك مش لحدة أهلا